بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نكلم على سفال كورداتا ونبدأ نتكلم على تكملة الأجهزة الموجودة في جسم الأمفيوكسس أو السهيم فالنهاردة معدنا مع الجهاز الهضمي Digestive System كلمنا بكده في المرة اللي فاتت على الجهاز الهيكالي النهاردة نكلم على الجهاز الهضمي طبعا في أي كائن الجهاز الهضمي يتكون من قناة هضمية وملحقات القناة الهضمية لما تجد بص على الجهاز تبدأ في اللي هي القلونسول الفمية الأورال هود يبقى فيه الذعوبات الفمية أو التنتيكل زي اللوامز الأورال السرائي زي ما قلنا بعد كده يبقى فيه الديهليز الديهليز ده يفتح فيه الفيلم الفيلم فيه العضو العجل اللي حولنا عليه ده ده انسانات عضلية وبعد كده من الحياة الخلفية يبقى فيه اللي هو الفيلم اللوامز النقابية في منتصف الفيلم هتلاقي فيه فاتحة الفم اللي بتفتح فيه البلعوم ده البلعوم قلنا البلعوم طبعا ده موجود فين في منطقة البهو اللي موجود بالشكل ده طيب البلعوم هيبقى مساحة كبيرة جدا تشمل جزء كبير من الجسم هيبقى فيها اللي هي الفتحات الخيشومية اللي طبعا تفصل بينها و بعضها العوارض الخيشومية بعد البلعوم على طول هتلاقي فيه المريء جوسيفيكس بعد جوسيفيكس هتلاقي فيه الاستومك المعدة الاستومك زي ما قلنا فيها جزء يمتد منها اللي الامام كده مغلق من الامام كده عشان كده بسموه ردب او اعور اللي هي الكبدي محل الكبد وهم بقى عملين مجازا يعني بعد المعدة هيبقى فيه الامعاء عنبوبة بسيطة خالص تفتح فيه الفتحة الاخراجية اللي هي الانس او الاست يعني بعد الانس طبعا احنا عارفين ان بعد الانس على طول هيبقى فيه الاي الذيل والذيل طبعا يبقى محاض ما قلنا عملكده بزعانة زعنفة ذيلية عنحي البطنية هتلاقي فيه الاشاعة زعنفية والموجودة فيه الزعنفة الاي البطنية عنحي الزهرية هتلاقي فيه زعنفة الزهرية وفيه اشاعة زعنفة الاي الزهرية ده باختصار شكل عام يوضح لك الكهاز بالهضم الجاز الهضمي يوجد على السطح البطني للجزء الامام من الجسم هتلاقي فيه الجزء الامام وجسمه تلاقي فيه دهليز يحوط بالديهليز القلونسوة الفمية اللي تحمل من عاشرة من 12 لعشرين من الزوائد او اللوامس الفمية الحساسة على كل جانب ايه لانا انبوبة كده هتلاقي كده هتلاقي موجودة اللوامس بالشكل ده طيب يتكون الجاز الهضمي من قناة هضمية خلاص عرفنا انه هو اي جاز الهضمي لازم بالقناة هضمية المنترى كانل والايه ملحقات القناة الهضمية الغدد وغيرها يعني غدد ملحقة بالقناة الهضمية اول حاجة القناة الهضمية يبدأ بالفم يؤدي الفم الى تجويف الديهليز الذي يحدده من الخلف ايه او يحدده من الخلف اللي هو الايه النقاب يعني النقاب لو قلنا وسلم كده كده يعني انت لو تجي تبص عليه كده رأي منظر رأسية عبارة عن ده يرفعها سقب صغير طيب من الامام كده يتلاقي فيه العضو العجلي ومن الخلف يتلاقي فيه الايه اللوامس النقابي يحتوي على ايه سقب الايه النقاب بعد كده يفتح بعد الايه الفم هيبقى فيه البلعوم يوجد اطول البلعوم في السهيم يعني اطول البلعوم هتلاقيه موجود بس فيه السهيم الجسم الجروجوجي يحتل منطقة كبيرة جدا من الجسم يبلغ طوله نصف طول الايه الجسم الايه الكائن ودقى على كل جانب الجانب الجانب الايه البلعوم هتلاقي فيه الفتحات الايه الخيشومية المائلة يفصل عن بعضها بعوارض خيشومية والعوارض نوعين هكلم عليهم بوقتي العوارض الخيشومية اللي هم هو عوارض خيشومية اولية primary secondary ده primary secondary bar وده secondary gil bar العوارض الخيشومية الاولية لا صفات اول حاجة هي عارضة ذات نهاية سفلة مشقوق يبقى مشقوقة من الايه من اسف الايه عامل زيك الحرف المقلوب كده تانية وهكذا طيب وهي مشقوقة من الايه من النهاية توجد حواجز عرضية بينها يبقى فيه عوارضه حواجز عرضي يبقى ده العرض الابتدائي وده موجود ده بينهم ده الحاجز العرضي طيب اللي سمضي بارتكلام سينبتكلام وهي تحتوي على قناة سلومية موجودة داخلها يبقى اول حاجة طويلة مشقوقة بينها عوارض تانية حاجة فها قناة سلومية ونقطة مهمة عاوين هي تنشئ قبل الايه في المنشئة يعني تبدأ قبل العوارض الايه السنوية اللي تحت يبقى ده باختصار كده لو انا مثلا وصلتهم ببعض كده يبقى انا برضو ايه موجود بالشكل ده كده هتلاقي فيه العوارض اللي احنا بنوله عليها ده طيب يبقى اول حاجة طويلة مشقوقة فيها عوارض او فيها حواجز عرضية فها قناة سلومية وتنشئ قبل العوارض السنوية طيب العوارض السنوية دي زاد نهاية مدبابة يعني غير مشقوق يبقى ده مشقوقة يبقى ده غير مشقوق غير مشقوق لا تحتوي على عوارض او الحواجز عرضية لا تحتوي على قناة سلومية وعكس اللي فاتت بوظبت تنشئ ايه دي تنشأ قبل يبقى دي تنشأ ايه بعد العوارض الاولية ايه تبقى صغيرة كده يبقى هي موجودة هنا موجودة هنا ايه اهي اول حاجة غير مشقوقة لانها مدببة قصيرة اللي وجد بقناوات ايه سيلومية ويلي وجد بينها وبعدها حواجز ارضية وتنشأ بعد العوارض الاولية يحط البلعوم من اسفل نحية البطنية هتلاقي فيه الاندو ستايل زي ما قلنا اي اندو ستايل يبقى موجود في نحية البطنية ده عبارة عن ميزاب يبقى الميزاب اللي هو نحية البطنية يبقى الوقت عندك ايه لو ده النحية الظهرية وده نحية البطنية اللي تحت ده ميزاب بطني بسموه هايبو فارينجيال جروف يبقى ميزاب ايه اسفل البلعوم هايبو اللي احنا بنسميه الاندو ستايل سموه الاندو ستايل ده ميزاب هودبي فيه خلايا بلعومية زي ما نشوف بتفرز المخاط تاب الفوق برضو ميزاب بلعومي بيفرز ايه برضو مجموع المخاط وفيه اهداف برضو ده يسموه ايه لفوق ده يسموه ايه بيفارينجيال جروف ايه بيفارينجيال جروف ميزاب ايه ميزاب فوق البلعوم تابه ده ميزاب ايه تحت البلعوم قلنا تحت البلعوم بيسموه ايه اندو ستايل في المنطقة الامامية بس من البلعوم هتلاقي فيه نوه شريط كده من ناحية دي وشريط من ناحية الاخرى بيسموه عشان بيلف او بيحيط البلعوم بيسموه البيري فارينجيال باند او جروف بيري فارينجيال جروف او برا عن شريطين يعني تو باندز الكلام ده مكتوب هناك احنا قلنا في البلعوم ميزاب طولي مهدب يحتوي على اربع ايه مجموعات غدية اللي هي في الاندو ستايل تفرز هذه المجموعة الغدية مخاط لازك تلتسق بجزئات الطعام الداخلية مع طيار الماء يعني الطعام يجي كده يلاقي كمية من المخاط برقة تتفرز ايه حواليه لنتيجة ان المخاط بقى الغذاء بقى قليل فخفيف جدا فقوم لما يتفرز على المخاط يتقل كده فينزل ايه استقر على الميزاب اللي تحتنا يفرز عليه برضو كمان كمية من المخاط بعد كده تبدأ بقى الاهداب في دفع الغذاء وما فيه من المادة المخاطئة الى الامام لكنه هيطلعوا بره جسم الكائن تعمل حركة هدبية القلم اللي هو الداخل والاندو ستايل ده الميزاب تحت البلعومي على دفع الطعام الى الامام اول ما يوصل للمنطقة دي يلاقي المين الاهداب الموجودة في الجروف او البندس الموجودين اللي هو حول الايه وكمان ترشيحية نتكلم على الوقت ليس موها ترشيحية كمان هناك تدفع الجزائيات الى اعلى لما توصل للمنطقة الامام تدفع الجزائيات الموجودة لطعام ما فيه المخاط الى اعلى بوسط حركة الاهداب التي يحملها شريطين حول البلعوميين اللي هو ده يحوطان بجزء الامام للبلعوم ومنتصلين من اسفل بالقلم الداخل يبقى مرتبط من فوق ومرضبط من تحت عندما يصل للمخاط والجزائيات الداخل الغزائية العليقة الى قمة الجزء الامامي من البعوم تتولى دفعه الى الخلف بوسطة الاهداب الى توصل للمريء وبعد كده توصل طبعا للمعدة وبالتالي لحركة تقوم بها الاهداب بوسطة ايه الموجودة في ميزاب الطودي يمتد في سقف الاه البلعوم ويسمى بميزان فوق الخيشومي اللي قلنا عليه الإيبيفارينجيال جروه الإيبيفارينجيال جروه ده بالشكل العام ده اللي قلنا زؤابات الفمية أو لوامس الفمية موجودة في القرونسوة الفمية التغذية هنا تغذية ايه؟ هدبية مخاطية زي ما شفنا ترشيحية ليه سموها ترشيحية؟ ليه؟ لأن الزؤابات الموجودة تتشبك مع بعضها البعض وتعمل فلتر فلترة للمادة الغذائية العضو العجل والوامس النقبية برضو بتعمل كفلترة تمنع مرور الجزئات الكبيرة أو الرمل أو ما شابه مواد اللي هي المختلفة تسمح بس لدخول المادة الغذائية وبالتالي أصبح يبقى فيه عملية ترشيح وبالتالي التغذية الوقتي يلعب بها دور ترشيحي بواسطة اللوامس والزؤابات بالمخاط عن طريق المادة المخاطية بتفرج بواسطة اللي هي الجروفز اللي هي الاندوستيل وغيره هدبية بواسطة الأهداف اللي بتقوم بحركة المواد الغذائية للأمام والأعلى والخلف ده باختصار شكل يوضح لك حركة الغذاء الموجودة بمجرد ما يحصل عملية تدفقها وتدخلها للأه البلعوم الشكل ده برضو يوضح لك العوارض الخيشومية العوارض الخيشومية هي السانوية والأه اللي بتدائي وأن السانوية لازم يكون مشروعة من الأه من الأسفل وبينها ومن بعضها الحواجز العرضية القصيرة اللي هي الحواجز اللي هي الابتدائية الجزء ده اللي هو القصير الغير مشقوق قصير غير مشقوق سانوي ابتدائي أو موضح لك فعلا هنا جزء ده ده السانوي اللي هو الغير مشقوق بالشكل ده والابتدائي اللي هو الجزء ده أو ده اللي ابتدائي اللي هو مشقوق من الأسفل وده الغير مشقوق اللي هو الجزء اللي تحت اللي هو السنوي بس طبعا ده بقى اصار شوية عن الايه الابتدائي يبقى ابتدائي طويل مشقوق سنوي قصير غير مشقوق ده بيبقى فيه حواجز بينهم بعضها ده مفيش فيه حواجز بينهم بعضها بعد البلعوم الكبير ده يبقى فيه مريء قصير عبارة عن مبوبة عضلية قصيرة يقوم بنقل الغذاء الى المعدة المعدة جزء عضلي مقرنة عضمية اكثر اتساعا طبعا عن حال بطنية منه هتلاقي فيه الاعور الكبدي الجزء اللي احنا قلنا عليه ممتد للامام كده يحل محل الكبد في مكان الكبد وسموه الكبد الايه الكاذب عبارة عن كيس غدي ومس للكبد فيه الحيوانات بعد كده تلاقي فيه الأمعاء تأتي الايه بعد المعدة فيه الأمعاء عمبوبة مستوية طويلة مفيش فيها نسينات الى الخلفة تفتح بواسط الايه ناس او فتحة الايه الشرج الغذاء الملحقة بقى بالقنارة الهضمية اول حاجة خالص نكلم على الاندستايل او القلم اللي كان موجود في الايه في البلعوم عبارة عن ميزاب طويل مهدب اسفل البلعوم يحتوي على اربع مجموعات من الغذية تفرز المخزم قبل كده بسهل في عملية الايه البلع والاندستايل يقابل الغذة اللعبية الموجودة في الفقريات الاخرى وبيقابل الغذة اللعبية لكنه بيتحول الى غذة الدراقية الردب الكبدي عبارة عن نتوء وهو كيس غدي يقوم بدور الكبد زي ما قلنا الاعور الكبدي او الردب الكبدي في الفقرات المتقدمة طبعا وتفتح في برسة الايه في المعدة ولا يوجد بنك رياس في السهيم كوضو مستقل اللي اجا ممكن تلاقيه عبارة عن ايه جيوب منتشم السلوم عبارة عن تجويف يحيط به الامعاء من جماع الجهات ما عادة الجهة ايه الزهرية سابتة في الجسم الجدار الجسم بسبب وجود الايه المسارقة المسارقة دي اللي بتثبت الاعضاء الموجودة ليه كل ده من ملحقات القرناة الهضمية وبأكيد احنا نكلمنا على الجهاز الهضمي بداية الفم والقرنسول الفمية والديهليز بعد كده البلعوم من ريء معدة بعد كده امعاء المعدة فالردب الايه الكبدي امعاء انبوبة تفتح برسة الايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته